السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله يتطول النفر الله يتطول النفر وهو المرأة يكون في عمو الضياء وكدري الدعاء الحمد يلاوش دعوذ الوضو ولا ما دعوذوش ايه نعم سيدي ايه نعم سيدي ايه نعم سيدي ايه واحد دعي والله يجازك بي خلو واحد نسيبتي لطيفة الغمر يراد جوجه دبرات خطبات الله يشي دعي والله يسهل علي وراد دعوة ديالك يلي بكبول الله يتطول الله اكبر بك يا ربا الله يكبر بك يا استاذي اطولنا في العمار ديك وخليك لنا باراك يا راك انت واحد when the ram's كبير استفهم كل شي كا تسنطح لك استاذي قال مالاة في الجبالية في الممشد في الجبي في الماذب في الممشد ممشد مطبعين الايداعة الله يتطولنا في العمار ديلك يا استاذي ودعي معانا بالزفقة يجاز كبير استاذي ودعيني مع المرأة اللي شافيها الاذي الاجبني طولنا في العمار ديالك بارك الله فيك مولي حافظك الله حافظك الله الله ينورك بمولي الله شكرا لك سبحثوني وأعزك الله وبرك الله في العائلة جميعا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله السؤال الفقهي مفيد جدا قضيت أن الإنسان يتوضأ ربما قد يغتسل ويتوضأ وكي بغي يصلي فيمس ذكره أو المرأة مس مهبلها هل هذا مما ينقض الوضوء أم لا هذا الحديث وقع فيه جدال من الصحابة سيدنا عبد الله بن عباس قال بأن الوضوء صحيح إنسان اغتسل ثم توضى ونظر يصلي فإذا به يمس ذكره أو المرأة مس مهبلها هل انتقد الوضوء أم لا سيدنا عبد الله عبد الله بن عباس قال لك لم ينتقد الوضوء قالوا هل هو إلا بضعة منك هل هو إلا بضعة منك فأباح أن يكون وسيدنا عبد الله بن عباس كان عنده منهج الاستدلال العقلاني في تدبير وفهم السنة لكن عموم الفقهاء قالوا أي نعم يبطل الوضوء يبطل الوضوء إلى الرجل توضى أو المرأة توضاته مثل الدكارديل أو المهبل الوضوء بطل في أثاني قلق يبطل بشهوة يبطل بشهوة إلى مثل المكان دياله ثم شعر بشيء هذا الشعور هو الذي يبطل به الوضوء فالكلام كان بين الصحبة بين المنع وبين الإباحة وبين الشرط أنه إذا يشترط إذا شعر بشهوة لكن الفقه الحي وهو أن الشيء إذا دخل فيها الريب والشك يزول فهذا منهج النبوي الشريف فيكون الصواب هو أن الإنسان إذا مس ذكره أو المرأة إذا مست مهبلها تعيد الوضوء لكي تتجاوز كل شك أو كل ريب فلابد من إعادة الوضوء لأن الصلاة قيمة عظيمة لا نصلي صلاة ونحن عندنا شك هل وضوء أم غير صحيح نقطع دابر الشك ونتوضع وضوءا سليما جديدا وكفى الله للمؤمن القتال سلح سوني بنسبة النساء لكي أنهم حاربة الأمية بارك الله فيهم وأعانهم على حفظ القرآن الكريم سورة تبت يد أبي لهب قال له ما تسير مصنوش بها هو غش جهاد الأصل أن القرآن الكريم نصلي به جميعا ويكفي دليلا أننا في التراويح أن الإمام يصلي بكل القرآن ويمر على سورة تبت يد أبي لهب يمر عليها ويصلي بها لكن العلماء قالوا إذا كنا منفردين وغنصلي وغنصلي حبدا حبدا ليس بالوجوب أننا نتركها لماذا لأننا فيها وعيد شديد ربنا عز وجل كان غضبان غضب على أبي لهب وأب لهب لأنه كان وجه مثل اللهب كان كان زعر وكان الحيط مذهب وكان زين وكان متكبر وكان متعجرف وكان عدو النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه عمه وكان يعتنى طريقه فرب ندر مع جميع الوسائل الممكنة من الاستلطاف من اللين من الحوار لكنه تعنت وتجبر فغضب الله عليه ودع عليه بالسوء قال تبت يد أبي لهب تبت تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنده يعني قطعت يده قطعت يده تبت يد يديه جميعا يد أبي لهب وتب يعني سقط من منزلته وغمره الخسران تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب دك الشركة التي تعزز به ولكن يفتخر به ربي عز وجل قد يقول قد يحيده له كامل ما أغنى عنه ماله وما كسب ثم تواعده بالآخرة سيصلى نارا ذات لهب هو اسمته أبو لهب النار ذات لهب فيها اللهيب ومرأته حملة الحطب في جد حم المسل لأنكا مسكون وحد اللوبي مع الزوجة ديالو متخصصين في إداية النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الصورة هي فيها وعيد شديد كيقولك العلماء حبد في صلاتنا العادية نصليه بالصور اللي فيها الرحمة إذا جاء نصر الله والفتح نقرأ بإن أعطيناك الكوتر نقرأ مثلا بألم نشرك صدرك والضحى والانسجا ماكت السور الطيبة فيها الرحمة اللي فيها التخويف نتركها إلا في مجالها ولكن من صلى بها فلا حرج عليه أخونا سي الحسوني أسأل الله الواحد الأحد أن يحفظك ويرعاك ولل لطيفة الغمري لي الله تزوجات الله ما اجعل زواجها مباركة وازعل زواجها ميمونة وازعل زواجها مرحومة ولل ندي زوجتك الله ما يارب يجعل بينك وبينها مودة ورحمة وسعادة واللي عندكم في القلب والضمير الله يعجل لكم بالفرج وكان استغل فرصة واحد شريفة للا نورة جدنا مقر الإدحة وكتقول بأنها عندها 43 سنة سنوات وهي كتحاول أنها ربي كرمها بالإنجاب لكن لحد الساعة لم تنجيب هذا السباح غادي الطبيب كتفكر في التلقيح الصناعي لعله وعسى ربي كرمها بالإنجاب فكتقول السنة المستمعين الله يجزيكم بخير دعو معها اللهم يا رحمن يا رحيم ويا ودود يا كريم أختنا نورة اللهم عجل لها بالحمل يا ربي اغنيها عن التلقيح الصناعي فإنك أنت على كل شيء قدير قد تقول أخت نورة فقت مع الفجر وصلت الفجر أقرأت سورة مريم وتوسرت إلى الله بسورة مريم حسن جميل سورة مريم ربك يحكي فيها بأنه أعطى السيدة مريم العذراء البتول أعطاها مولودا بغير أب فهي عند زوج ربي يعطيها إن شاء الله تعالى بالخير والبركة فنسأل الله الواحد الأحد أن يسعد قلبها ويفرحها بحمل قريب يبشرها بالتوأم بلا تلقيح صناعي وبلا أسباب الله سبحانه وتعالى يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق ضد الأسباب اللهم يربي عجل لها بالفرج وكل من كانت تنتظر الإنجاب وتعذر عليها اللهم في الساعة المباركة أسعد قلبها بذرية طيبة سعيدة مباركة قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة